رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإقرأ إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وهو يرتجس لهذا الحدث العظيم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينزل عليه القرآن فيما نرجحه لم ينزل عليه القرآن إلا وتغيرت أحواله الجسدية فإن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يأتي على أحوال وأعظم الأحوال وأثقلها هو ما كان يوحي إليه فيها القرآن العظيم فرجع وقال دثروني دثروني فدثر وزمل عليه الصلاة والسلام ثم حدث خديجة رضي الله تعالى عنها الراوية للحديث راوية هذا الحديث الصحيح الأخرى هي عائشة ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحدثها عما حصل بينه وبين خديجة رضي الله تعالى عنها ولكن صاحبة الحدث الأعظم في هذا يا سيد خديجة رضي الله تعالى عنها فقال لما أخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت الكلمة التي افترض أن كل نساء الدنيا فضعها أمامها وتجعلها مدرسة لأجل أن تفيد منها في طريقة صناعتها للحياة داخل بيتها وأسرتها وتكوين نفسها مع زوجها وأولادها قالت كلا والله كلا هذه الكلمة بحد ذاته انظروا إلى الجرس الذي فيها كلا ما قالت لا وإنما قالت ولم تقول نعم إنما قالت كلا كلا تعني حقا عظيما ينبغي أن توقن به يا رسول الله كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم تحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق عند ذلك فكرت هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم مضى مع خديجة وقد أشارت عليه بأن يذهبوا إلى ورقة بن نوفل قبل أن يذهب إلى ورقة بن نوفل ننظر إلى هذا المشهد العظيم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين زوجته التي بشرها جبريل ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب ننظر إلى هذا الموقف فنجد أن الكون كله يقف جلالا أمام هذا الموقف ولذلك بعض المتأملين المستنيرين بالقرآن قالوا وهم يستحضرون هذا الموقف اقرأ فديتك يا محمد حينما صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ فديتك يا محمد حينما واجهت هذا الأمر باستفساري يعني عندما قال ما أنا بقارئ اقرأ ألم تسمع أمين الوحي إذ ناد الرسول فقال لست بقاري اقرأ وفديت صوتك حينما رددتها آيا من القرآن باسم الباري وفديت صوتك خائفا متهدجا تدعو خديجة أسرعي بدثاري وفديت زهدك في مباهج عيشهم وخلو قلبك منها والديناري يا سيد الأبرار صلى الله عليه وآله وسلم حبك لوحة في خاطري صداحة الأطيار والشوق ما هذا بشوق إنه في قلبي الولهان جدوة ناري بعد ذلك مضوا إلى ورقة ابن النوفل هنا مرحلة جديدة الآن مضت خديجة رضي الله تعالى عنها إلى ورقة قالت عائشة وهي تصف مزية ورقة قالت ابن عم خديجة وكان امرأا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية وفي لفظ بالعربية ما شاء الله أن يكتب فجاء إلى ورقة ابن النوفل طبعا بعض الناس هنا يبدأ يشاغب يقول معنا ذلك أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومجد وكرم تعلم من نصراني نقول وفقك الله وهداك وفقك الله للصواب وهداك إذا كنت تقول هذا إذن آمن كما آمن ورقة هو ورقة الذي آمن يعني لا تأخذ الجزئية الأولى ثم تترك الجزئية الثانية لأن ورقة الآن سيعلن أعظم إعلان مر عليه في حياته لقد سمع إلى خديجة ثم سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم خديجة بدأت تقدم قالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك طبعا لماذا تقول من ابن أخيك لأنه أصغر منها صلى الله عليه وآله وسلم بينهما نحو خمسة عشر عاما نعم فحدثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما رأى فقال هذا الناموس الناموس هو أمين السر الناموس هو أمين السر كما أننا نقول قالوا الناموس أمين السر في الخير كما أن الجاسوس أمين السر في الشر أو في الخير يحتمل هذا وهذا لكن الناموس الأصل فيه الخير قال هذا الناموس أي أمين السر هذا الناموس الذي نزل الله على موسى على موسى لم يقل على عيسى مع أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى أم عيسى وأتى عيسى لكن لماذا ذكر موسى سنبين هذا الملمح لاحقا الآن إن شاء الله قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعَا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ إذن هو الآن يحدثه عن تاريخ أمامه المستقبل أولا يقول يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعَا يعني يَا لَيْتَنِي كُنتُ شابا طري العود قويا لأنصرك قال أيضا انتبه أنت سيحدث لك حوادث كما حدثت للأنبياء وأنت ستكون من أشد الأنبياء الذين يحدث لهم الابتلاء لدرجة أن قومك سيخرجونك سيخرجونك لأن النصارى الذين على الملة الحق واليهود الذين على الدين الحق يعلمون أن مهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يثرب يعلمون ذلك كما يعرفون أبناءهم قال يا ليتني ولذلك نقول الذي يتكلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من ورقة ولم يأخذ من ورقة هو حدث ورقة فورقة وصف له الأمر ثم أسلم وقد كان ورقة رحمه الله تعالى يقول لججت وكنت في الذكرى لجوجا لصوت طالما بعث النشيجا ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديجا بأن محمدا سيسود يوما صلى الله عليه وآله وسلم ويخصم من يكون له حجيجا ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تعوجا إذن ورقة رحمه الله تعالى علم أنه أمام النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وحتى لا يفوت ورقة أن يكتب له نيته وكأنه عمل الأعمال قال وَإِيُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أي اليوم الذي تقوم وفتعلن الدعوة إلى الله وَإِيُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أي اليوم الذي يمكن أن يعاديك فيه قومك والعالم وَإِيُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أي اليوم الذي تجد فيه نفسك وحيدا ويبدأ المسلمون يتوافدون إليك ويزدادون لأنصرنك نصرا مؤزرا انظر هذه النية العظيمة